يبقى كل العلوم بقى يبقى كل العلوم من غير اي علم يبقى اي علوم يسعى الانسان في طلبها يبقى ايه اللي حاصل طالما بتفيد البشرية يبقى انت بتصير في طريق للجنة وخلي بالكم هنا واحدة واحدة بس نوقف هنا شوي ان سهل الله له طريقا الى الجنة تخليك ايه يا سيدي تفهم ان الجنة بس مش الجنة لكن ممكن تكون جنة نعيم القرب من الله يعني انت لازم تفهم ان الجنة مش بس الجنة كمان بتحول الى رمز تحفيزي في الدنيا فلازم تفهم ده وده وكأنه بيرد على كل اصحاب التدين الكم احنا عيشنا بقى في فترة كده من السبعينات وكمان شوية في السبعينات بس السبعينات اكتر والتمانينات بقى والتسعينيات وانت طالع بيقولوا احنا لازم نسيب كل اعمالنا وعلمنا ونتفرغ لطلب العلم الشرعي بس يعني نسيبنا من العلم من العلوم الفيزي دلوقتي اتلاقي الناس اصحاب التديني كم يقولك لا احنا ما قلناش كده اسددكم والغاية دلوقتي فيه منكم بيقولوا الكلام ده احنا احنا فهمين لو قلتوا كده اعلنوا انه وتوبوا الى الله واعلنوا كده صراحة ان انتوا بتوبوا الى الله والكلام اللي احنا بيقوله ده كلام فرغ ولكن اللي بيتعلم العلم ان الحديث ده يشمل كل العلم لو قلتوا كده احنا هنحترمكم يبقى طبعا ده ما فيوش مخالفة للنصر رسول الله ده دعين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كل علم انت لما تيجي تقيده اه هنا بقى نقولك ما لازم نتفاهم معك بنفس منهجك انت لو عايز تحصر انه من سلك طريقا يلتمس فيه علما بالنكرة كده يعني علما شرعيا عاد لي دليل جب لي دليل انه قال اي علما شرعيا ما عندكش دليل يبقى كل العلوم ولو قلت انت ان الحديث ده مقصود بالعلوم الشرعية يبقى انت مبتدع لا اي كل العلوم فعادت النبي هو اللي فهمنا المعنى ده وبينص على ان اللي يتعلم اي علم نافع هو فعلا يلتمس يسهى له طريقه للجن يبقى يسير في طريق الجن وهنا عن لا يبدأ واضح في قولي تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء ويشوفوا بقى تاني امر من الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى اهدها لطالب العلم من التكريم بيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وان الملائكة لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يرسنا يعني وكانه يسير في طريقه الصعب هذا على اجنحة الملائكة التي تعمل على رعايته وعنته في طول هذا الطريق ودور الملائكة في دعم العلم وطلابه واضح في حديث رسول الله عليه وسلم اللي قال في مجالس العلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم اللي نزلت عليهم السكين وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ايه ده ايه ده بقوا في حسن وذكرهم الله في من عنده يبقى ايه اللي حاصل يبقى الكرامة التالتة يبقى اول حاجة يبقى ايه الملائكة بتحفه بتحف يعني بتحصنه بتحفظه اما الكرامة التالتة لطالب العلم لما يستمر في طريق العلم ويصل الى منازل ودرجات عالية في العلم بحيث يصبح بقى عالم ويتحقق به النفع يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وان العالم لا يستغفر له من في السموات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء كل حاجة بتستغفر للانسان حتى الحيتان في الماء طبعا كان عندي شوية ملمحات كده تتعلق بهذا السياق ليه الحيتان في الماء تخيل كده ان الحيتان في الماء لان العلم كالبحر يقولك سيدنا الامام الشفعي لما اراده يعني يرمزه العلم سيدنا الامام الشفعي يقولك ايه اللي حاصل ان علم الامام الشفعي وتتلاقي كده وتتلاقي على قبة الامام الشفعي وذلك زمان العمارة كانت فيها فن بديع تعبيري بالأدوات فرسموا أو وضعوا الهلال الذي على القبة في شكل سفينة طبعا بتتحط فيه الغلالة عشان تأكل تأكل الطيور في السماء تأكل الطيور في السماء ده كده في السماء هو وكمان الحيتان في البحر اصلي علم الامام الشفعي زي المركبة اللي كان بتنور للحيتان في الماء مش بس بتنور للحيتان في الماء ده بتعلم الناس كمان ان العلم ده بحر فلما رمز اللي العلم بكونه بحرا فحست الحيتان في الماء انه هو كمان انه لها شيء من نور العلم فكانها غريقة في هذا النور فبعدت تستغفر كمان للإيه للعلماء وده يمكن يأكد المعنى اللي قلناه في ان العلم المقصود هنا هو العلوم المفيدة للبشر وكأن العلم متعلق بس الناس يتقول لكم هو ليه العلماء بيستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء ليه 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 هما ورثوا مين الحديث فأوله بيورثوا مين قال العلماء ورثتوا الأنبياء هيورثوا بيورثوا الأنبياء طب لما يورثوا الأنبياء وكأن هذا توطئ لأنهما يورثوا الأنبياء ليه طيب ليه توطئ لأنهما يورثوا الأنبياء أصلهم هنا المراضي العلماء اللي احنا بنتكلم عنهم ورثوا مين ورثوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم طب ونو وين المعنى في أنه ورثوا حضرة النبي قال له لأ وبرثوا من حضرة النبي ايه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فحضرت النبي كار رحم了 مين رحمة لكل العوالم عالم الملائكة عالم الجن عالم الانس عالم النبات عالم البحار عالم الحيتان عالم ال consult العشري العل Angel огن chitana يعني الأسماك كل العوالم دي كان رسول الله رحمة ليها وإيه اللي حصل والعلماء ورثوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ورثوا إيه الرحمة للعالمين يبقى العلماء بقى رحمة مين لكل من في السموات وكل من في الأرض وكل من في الماء يبقى يعملوا إيه اللي كانوا سبب في رحمتهم على طول يستغفرون لهم يبقى الملائكة بيستغفروا لكل ليه عشان يستغفروا كل من في الأرض ومن في السموات يستغفروا لأهل العلمي ليه عشان دولة كانوا رحمة ليهم لأنه مرسوا حضرة النبي سنة سنة وسواء بقى العلم ده تأين كان علم أصحابه بيحصلوا على ده سواء علوم إنسانية تطبيقية هندسة وطب وعلوم شرعية وكل العلوم علوم جو فيزيقية كل العلوم بيحصل لهم من الاستغفار ده طب ليه أقول لكم ليه لأن الناس بتقدر تتعامل مع العالم وتحافظ عليه بالعلم ثانية واحدة بس فاكرين الله سبحانه وتعالى فضل لما الملائكة استفسرت من الله سبحانه وتعالى قالت له قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم صح وعلم آدم الأسماء كلها يبقى الملائكة الملائكة كانت قضيتها إن الخبرة السابقة لما كانت هناك كائنات أخرى في هذه الأرض إن الكائنات الأخرى أفسادت الأرض بإيه؟ بالجهل أفسادت الماء في الأرض بإيه؟ بالجهل إزاي أفسادت الماء في الأرض بالجهل؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها يفسد في الأرض ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فربنا بيّن كرامة الإنسان بإيه؟ وعلم آدم الأسماء كلها فالملائكة حفظت خلاص إن هذا العلم سيكون سبباً من الحفاظ على الكون على الوجود وعشان كده إيه اللي حاصل؟ بتستغفر الملائكة للإنسان ويستغفر من في السماوات ومن في الأرض لأن العلم هو سبب الحفاظ على الكون ويأكد ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم الذي يتعدى نفعه إلى غيره على العابد فيقول إن فضل العابد على اللي هو قاعد يعبد ربنا لا العلم فضله عليه فضل عظيم والخير قاصر عليه فقط لا في مقارنة مهمة جداً بين واحد عايز يقدم النفع للناس كلها بما أكرمه الله سبحانه وتعالى من العلم واحد تاني اختار طريق البعد عن الناس وإنه يفضل أنه يتعبد لله طبعاً فيه العابد العامل اللي اتنين مع بعض لكن احنا متكلم دلوقتي إذا كان عابد فقط ما بيعبدش فيه عالم يعبد الله بإيه؟ بعبادتي وده الكامل ده ولكن المقارنة فضل العالم على العابد كفضل من؟ كفضل القمر على سائر الكواكب العالم كالقمر لأنه هو تعلم نور فبيغطي على كل الأنوار الأخرى في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حديث تاني فضل العالم على العابد فيقول فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم يا الله حاجة رتبة عجيبة ليه؟ لأن العالم وارث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده يجي أكبر تكريم للعالم والذين ساروا في طريق العالم إيه بقى أكبر تكريم؟ وبازلوا سنوات طويلة من أعمارهم بهذه الدرجة العالية جداً اللي محدش غيرهم يصل إليها إنهم يصبحوا ورثة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا دراماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أخذ بحظ وافر من نور حضرة النبي من بركة حضرة النبي وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن المراس ما بيقتصرش بس على الفلوس ولا على القصور إنما المراس الحقيقي هو مراس العلم فاللي عايز يكون وارث من ورثة الأنبياء عليه بطريق العلم علشان يصل في النهاية لهذه المنزلة العالية والدرجة الرفيعة عشان كده بيقول فمن أخذه يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ولذلك صدق الشعر لما قال ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه في النهاية العلم بيبني المجتمعات ويخلي الدول أكثر قوة ويخلي الناس تنتقل من الظلام والرجعية إلى التقدم والنضوك والتماسك وهو ده المعنى اللي عبر عنه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما تكلم وقال يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإحنا عارفين إن أول آية نزلت في القرآن كانت إقرأ فالعلم يرفع الجهل ويهدم كل شيء كان يعوق الإنسان في الوصول إلى فضل الله سبحانه وتعالى ولذلك العلم يرفع بيوت لا عمادة لها والجهل يعدم بيوت العز والشرف ترجمة نانسي قنقر